طيب تعالوا نشوف ده مثال كده زي اللي قدامنا ده مع بعض. احنا دلوقتي عندنا المنتات ده او البالون ده. شاي مجموعة من البشر في الباسكت بتاعته في البتاع اللي بتاعت دي. وطالع بهم لفوق. تعالوا نفهم كده ايه اللي بيحصل. دلوقتي هم هنا هوت بيحرقوا وقود معين علشان يسخن الهواء اللي جوه البالون الكبير ده. علشان يقدر يطلقهم لفوق. طبعا الناس لهم وزن معين فهو عايز يتغلب على وقدر يطلقهم لغاية فوق. احنا مناش دعوا بقى هم فوق بيعملوا ايه بيتفرجوا بيتفسحوا دي مش مشكلتنا دلوقتي. احنا يعزين نفهم ايه اللي بيحصل. دلوقتي الانسان بدام فيه حريقة هنا فيه نار هنا هوت فيه هنا يبقى كان فيه طاقة كيميائية اتحولت الحرارة. وده المثال اللي انت شفته معي في جزء رقم ثلاثة ده اول حاجة خادص. احتراق. يبقى كان فيه طاقة كيميائية بتتحول الحرارة. صحي جدا? طيب. هل الحرارة دي الناس قاعدين يتدفوا بها? يعني هما الحرارة دي قاعدين يستفيدوا منها في صورة دفع او قاعدين? لا. الحرارة دي هو بيستخدمها عشان تعمل له حاجة تانية بعد جدا. يبقى الانسان كان عنده كيميكا الانرشي. حولها الهيت. الهيت دي حولها الايه? حولها الورك. لانه بدام الجسم اللي هو البسكت اللي تحت دي بالبشر اللي قاعدين فيها. بدام تلعت وتحركت من على الارض الغيط فوق في الجو. يبقى فيه وورك حصل. لان فيه جسم اتنقل من مكان لمكان. فبقى فيه وورك حصل. فانهي من ان انت تبقى فاهم انه ده مثال على هيت اتحولت الورك. الناس حرقوا حاجة. الحاجة اللي حرقوها دي طلعت حرارة. لأول مرة الحرارة دي البشر ماستخدمهاش على طول كده زي ما احنا متعودين. هو عايز الحرارة لا. ده عايز بعد الحرارة يحولها تاني الورك. انتفقنا? فالانسان عايز الورك. الورك ده مش لقيله سكة دلوقتي غير عن طريق الحرارة. والحرارة جايبها منطقة كيميائي. يبقى هو شاف كيميكا الانرجي حرقها طلعت هيت. الهيت اديت الورك. وده مثال على عملية نظر نقول معقدة شوية او مركبة شوية. في الامثال اللي فاتت انا فرقتك ازاي الانسان من الطبيعة على طول اخد الحرارة. عن طريق بس. او اللي بعد منه المثال اللي بعد منه ازاي الانسان من الطبيعة قدر يحرك اجسام ياخد وورك على طول. زي ما وردت لك مثال النهر ووردت لك مثال الريح في التوربينات ووردت لك مثال الحيوانات وكده. دلوقتي انا مفرجك مثال للهيت بتتحول الورك ازاي. الهيت اللي الانسان دي عايزها اضطر هو يحولها بعد كده الورك لان هو عايز الورك في الاخر. ده اللي يهمه من نهاية. طيب. مثال تاني المطور بتاع العربية. الانترن الكمبوسشن انجين اسمه محرك الاحتراق الداخلي. الانسان بيحط في العربية بنزين. وقود. الوقود ده جوا منه كيميكا الانيرجي. طاقة كيميائية. الطاقة كيميائية دي بيحرقها جوا البيستون سيلندر اللي هو البيستون تعال العربية. بيسموها بالعربي المكبس الاستوانة يعني. جوا استوانة الاشتعال او الكمبوسشن تحت العربية. غرفة الاحتراق اللي جوا مطور العربية. بيولعها. وده مولعت. طيب في حرارة طلعت منها. هل الحرارة دي الناس قاعدين جنبها بيتدفوا? لا طبعا. هو بيستخدم الحرارة دي عشان يحرك البيستون سيلندر دي. يحرك المكبس الجوا الاستوانة علشان يلف في عمود الدورامتة العربية فالعربية تمشي لقدام. فهم بيحرقوا البنزين مش عشان يتاخد منه الحرارة. لا علشان يحرك له العربية ويمشيها له. يبقى ده مسيل على تحويل الانترن الانجين اللي كانت في البنزين الهيت. والهيت تتحولت الورك بعد كده. جوا العربية. لان احنا عايزين الورك بالاخنا عايزين العربية تتحرك. فدي الطريقة اللي عنده. طبعنا? آآ نفس المثال برضو التربينات. لما قلت لك ان انا عندي بخار سخت. انا كان الاول عندي شوية مية. سخنتهم. فجيبت شوية فحمة وغاس طبيعي حرقتهم. ادي الحرارة هي. الحرارة ادناها للمية عشان تغلي عشان تتحول لبخار. بخار سخت. هل احنا عادنا جنب البخار السخنة ده عادنا نتدفى جنبه? لا طبعا احنا خدنا البخار السخنة ده دخلناها على تربينة عشان يدورها عشان يلففها. يبقى الحرارة اللي كانت في الفحم اول ناس في الطاقة اليميائية اللي كانت في الفحم لما تحرق اتحولت لحرارة رحت للمية. المية اخدت الحرارة دي ودخلت على التربينة لففتها دورتها. يبقى احنا كده في الاخر وصلنا الورك. واحنا عن حلل المضادة بالتفصيل الممل بإذن الله في الثيرم قدام. انا بس بمهت ذهنك واحدة واحدة للغة الثيرم والانت لازم تعرف تتكلم زي علماء الثيرم والانت تعرف تتحلل وتتكلم زيها. مش محتاجين نحلل حتى مش محتاجين نحسب الحسابات دلوقتي. تانية حاجة التربينة التربينة البغازية. لو انا جفت غاز طبيعي حرقته على طول جهة غرفة الاحتراك في التربينة وخليت عواد من الاحتراك هي اللي تلف في التربينة دي كده جهاز تربين تقدر تفرج عليها انت لا انت مشوفتها قبل جد. ادخل على فيديو وكتب ميكانيزم او 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 ازا هي بتشتغل او كده. حتشوف. في الاخر الغاز الطبيعي دي احنا ولعنا فيه. الحرارة دي احنا قاملنا نتدفها جنبها. لا ما حصلش احنا ما الدفناش جنبها. احنا خلينا الاحتراك ده والنار اللي طلعت دي. في الاخر تخش على التربينة تلففها تدور. فاحنا عايزين الشغل الدوراني ده اللي حصل. عايزين الشفت ورك ده اللي حصل. فده ميسال على الحرارة اللي اخدناها. ازاي حاولناها الورك. فده اللي همين انت تبقى اي تبقى فهمتو. احنا عند راجع مع بعض مرة تانية كده. انا اول حاجة والتلك جزء رقم ثلاثة ده. ازاي الانسان عن طريقة تفاعل يحول الحرارة. كده هيت. فهو كان محتاجه. محتاج يدفها مثلا. ادي هيت اهي. ادتلك بعد كده مثال عن ازاي الانسان بيستفيد من الطبيعة ولمنه ياخد وورك منها على طول. دلوقتي احنا انا منتكلم ازاي الانسان. ياخد هيت الاول والهيت يحولها الورك بعد كده. اتمنى كده يتكون الفكرة وده ابتدقتها معك واحد واحد واحد. نكمل الفيديوهات اللي جاء ان شاء الله. شكرا.